خلينا أقول لكم أن النهاردة برضو السوشال ميديا اتقلبت بشكل كبير ليه؟ لأن أنا النهاردة هكلمكم أو دلوقتي هكلمكم عن يعني ساروخ لبناني أمر لبنان نادين نسيب نجيم نادين نجيم هي فنانة لبنانية حلوة وزي الأمر قدر أقول عليها ساروخ في الجمال صارخة الجمال الوطن العربي كله بيحلف بجمالها بطريقتها في التمثيل بخفة دمها بلزازتها يعني فيها مواصفات أي راجل في الدنيا يحلم يتمنى أنه يسلم عليها يتمنى أنه هو يعرفها تخيالوا بقى لما مثلا راجل اسمه ينتمي ليها أو أنه يخطبها أو يتجوزها فده حلم لرجالة كتير طبعا هي عملت مسلسلات كتير جدا صالون ظهرة ده من أكتر الحاجات اللي يمكن كمان سماعت عندنا هنا في مصر وكانت يعني موهوبة جدا وشطرة جدا ولذيذة جدا ويعني عايز أقول لكم هي تقريبا الرول مادل بالنسبة لبنات كتير كمان في طريقة اللبس في شكل الجسم في طريقة الكلام في المايكوب في كل حاجة هي أيقونة الجمال هي كانت متجوزة قبل كده وخلفت ولد وبنته وحصل مشاكل ما بينها وما بين جوزها اتطلقت وقررت تنعزل شوية بعيدا عن يعني قصة الجواز والعواطف والحاجات دي كلها وبعد كده بدأت تشوف حياتها وارتبطت برجل أعمال سوري وبدأت تنزل صور معاه ومبسوطة جدا وأعلنت خطوبتها عليه ويسفروا مع بعض وناس كتير كانت تنتقدها ومش عارف تعمل فيديو معاه والاتنين يحضنوا بعد وناس كتير تقول إزاي ده أنتوا لسه مخطوبين إزاي تعملي فيديوهات كذا المهم تفاصيل كتير وبلبلة كتير على ندين جيم وخطبها رجل الأعمال السوري وقالت كمان طلعت حتى في أحد البرامج وقالت يا جماعة أن هي بتعاني وأن الناس كتير ما وقفتش معاها وناس كتير وقفت ضدها وتحديدا طلقها مانع بنته وابنه أن هم يسافروا معاها بعد ما عارف أن هي ارتبطت بشخص تاني الناس كلها تعطفت معاها فلس زي ما بقولكم أن الناس بتحبها جدا وموهومة بيها وبجمالها أعلنت من ست يام تقريبا بعد قصة الحب العظيمة ما بينها وما بين خطبها أن هي انفصلت عنه فسخت الخطوبة وما قالتش السبب إيه طبعا الناس زي ما أنتوا عارفين الجمهور لما بيبقى مرتبط بفنان أو فنانة وبيبقى بيحبهم جدا بيتفرج على أعمالهم متابعهم بيبقى عايز يعرف ويتدخل في حياته الشخصية من باب الحب من باب أنه ارتبط بالفنان ده في أعماله وارتبط به كمان لما بيشوفه في برامج فبيبقى عايز يعرف حياته الشخصية أنت يعني كنتي بتحبيه جدا وكنت بتتصوري معاه في كل حتة وكل ما بتروحي تتكرمي في حتة سواء في لبنان في مصر في دبي فأي دولة من الدول العربية كان بيبقى معاكي بتتصوره طول الوقت حبه وغرامه وفيديوهاته حتى لما كنتي بتقابلي نقد برضو ما كانش بيهمك وكنتي بتقولي أنا بحبه ومش فارق معايا أي حاجة إذن وفاجأ النهاردة أن فيه يعني أحد الإعلامين اللبنانيين طلع وقال أنا هقول لكم إيه السبب ده طبعا على روايته هو أنا هقول لكم إيه السبب في فسخ خطوبة ندين جيم وخطبها رجل الأعمال السوري والسبب أن الراجل ده كان بياخد منها فلوس كتير جدا ألاف الدولارات وكان بيجيب لها ساعات المفروض أن هي أصلية طلعت مش أصلي جاب لها أكتر من ساعة هدية وطلعت مش أصلي طلع بيضحك عليه وعشان كان بياخد منها فلوس كتير طيب الكلام ده طبعا على روايته هي ما طلعتش صرحت بأي حاجة خالص لحد دلوقتي ملتزمة الصمت ولكن هي يمكن برضو حصل عليها شوية بلبلة كده من كام يوم لأنها طلعت على تيك توك عندها على الأكاونت بتاعها وطلعت كانت بترقص ونزلت الفيديو ده ناس كتير جدا هجمتها قالت لها أنت في إيه وإحنا في إيه وإزاي الحرب قيمة في لبنان ولبنان بتتدمر وبتتحطم وأنت طالع عملة ترقصي على تيك توك أنت زي تعملي كده وأنت مش محترمة البلد وأنت وأنت وقابلت يعني كم من النقد غير طبيعي ولكن برضو من الواضح أن شخصية نازين جيم أن هي مش بيفرق معها حاجة مش بيفرق معها النقد وبتعمل اللي في دماغها واللي هي عايزة ومن الواضح كمان أن الفيديو بتاع الرأس ده يعني رد فعل أنه أنا مش فارق معايا حاجة بالعكس أنا مبسوطة وبرقص وسعيدة وعايشة الحياة بحرية وبطلاقة ومش فارق حتى معايا قصة أن أنا وأنت فسخنا الخطوبة النهاردة طلع أحد الإعلامين اللبنانيين وقال أنه كان بيستغل لها بياخد منها فلوس وكل الهدايا اللي كان جايبها لها اللي المفروض كانت مركات ومركات عالمية وغالية اكتشفت أن هي يعني ولا حاجة خالص وهو ده سبب فسخ الخطوبة طيب لو الكلام ده حقيقي المفروض أن هي نادين جيم أكيد اكتشفت في وقت من الأوقات أن الراجل ده أو خطبها ده رجل الأعمال السوري ده بيستغلك ماديا أكيد حصل أكتر من موقف أكيد أخذ منك فلوس كتير أكيد كان دايما يقولك هاتي فلوسك مثلا كل ده يعني تكهنات أنا بقولها لكم هاتي فلوسك أشغلها لك هاتي فلوسك أشلهالك هاستثمر لك في حاجة كل التفاصيل دي هل أنت ما كانش عندك وعي في الفترة دي أن أنت تعيدي حساباتك وتقولي الراجل ده بيحبني ولا ما بيحبنيش الراجل ده يعرفني عشان أنا ستة جميلة عشان أنا أي راجل في الدنيا يتمناني عشان أنا نجمة عشان أنا مشهورة ما هي كل دي يا جماعة أدوات كل واحد يمتلك أدوات الجمال أداة الفلوس أداة الشهرة أداة هل يمكن هو كان بيجري ورا الأدوات اللي عندك؟ يمكن ويمكن لأ بس على حسب الكلام اللي تقال إن هي دي الحقيقة ولكن لحد النهاردة يا لسه ما صرحتش أنت فنانة كبيرة ونجمة حلوة وانت مش حلوة عادي انت زال أمر انت ساروخ انت جميلة انت ناس كلها بتحبك انت ناس كلها بتحلف بجمالك تستهلي كل حاجة حلوة تستهلي راجل يشيلك على راسه من فوق مش راجل يستغلك وياخد فلوسك مش راجل يضحك عليكي حتى إنه هو جايب لك هدايا وأنا فهمة إنه فكرة برده عشان فيه ناس كتير علاقت قالت طب إيه المشكلة ما يمكن يعني هو على قد حاله فهو راح جاب لها هدايا لا هو مش على قد حاله وفكرة إنه مزيف في طريقة الحاجة فكرة إنه أنا النهاردة أجي أبيع لحد الحاجة أقول له لا أصدرنا جايب لك الحاجة الأصلي وتطلع الحاجة المضروبة هي دي الفكرة فكرة الكذب فكرة الخداع فكرة إنه يعني الله أعلم مش يمكن اكتشفت إنه هو بيخونها حدش عارف مش يمكن هيك تصبر على حاجات كتير وسكت على حاجات كتير لمجرد إن هي بتحبه زي أي ست في الدنيا إن قلبها هو اللي بيحركها فسكتتي على الاستغلال المادي وسكتتي على إنه هو ياخد منك فلوسك وسكتتي على إن الهدايا كلها طلعت مضروبة لمجرد إن أنت بتحبيه دي كلها حاجات بقى نادين هي اللي تطلع وتجاوب عليها ولكن يعني الصراحة لما نادين جيم تتخان أو تفسخ خطوبتها يبقى أي حاجة في الدنيا ممكن تحصل صراحة يعني ما فيش واحدة بقى تزعل بعد كده لما تتخان ولا تتدايق ولا يتفسخ خطوبتها ولا تتطلق ولا أي حاجة هي الساروخ نفسه فسخ خطوبته عادي الساروخ نفسه نادين جيم اتخدعت اتخدعت بأي طريقة من الطرق لسه بقى محدش عارف هي اللي هتطلع وتصرح ولكن في حالة إن رواية الإعلامي اللبناني صحيحة فأنتي ما تستهليش كده أبدا أعرفي قيمة نفسك حبي نفسك أنت جميلة الجميلات ستات ما بيبقاش فيهم ربع جمالك وبيتتلكوا وبيتتلكوا وبيتشرتوا وحطوا الرجل على الرجل يقولوا أنا يجيلي إيه وما يجيليش إيه أنت نادين جيم نجمة لبنان والوطن العربي قدرتي تخشي قلوب الناس حتى في مصر الناس لما بتلاقيكي جاية تتكرمي في مصر بيقوموا مفسوسين وفرحنين إن أنت جاية تزوري مصر فحبي نفسك اعرفي قيمة نفسك إنك ست الستات إنك جميلة الجميلات وإنك نجمة جبيرة جدا كمان وموهوبة في التمثيل فما تزعليش على أي حاجة وإن شاء الله ربنا يرزقك براجل يستهلك ويستهل حلوتك يعني طيب عايز أقول لكم إن يعني الصراحة إحنا كده اتكلمنا يمكن عن كل الحاجات اللي حصلت على مدار الأسبوع والحاجات اللي أنا كان نفسي أتكلم فيها والحاجات اللي كان نفسي إن أنا كمان أفطفض وأقول لكم كنت بحبة كمان أعرف أرائك وإيه أنتوا شايفين الموضوع صح الموضوع غلط زي ما أنتوا عارفين إن أي موضوع في الدنيا بيكون فيه انقسامات ناس معا ونص ضد ناس شايفة إن الرأي ده صح الرأي ده غلط فيعني مبسوطا أنا تكلمت معاكم النهاردة وحكينا وقلنا حاجات كتير قوي على أصلت يعني الأيام اللي فاتت